السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في قناة يوميات صومة المصرية والنهاردة معنا فيديو جديد النهاردة هنعمل مع بعض الكيكة التركية التحفة اللي انتوا شايفينها دي اللي هي كيكة الطبقات طبعا الكيكة دي قلبة المواقع بتاعة التواصل الاجتماعي كلها بما فيهم اليوتيوب والفيسبوك طبعا من جمالها وسهولتها وحلوتها وزاي ما انتوا شايفين حتة زي دا حتة يلا بقى نبتدي ونقول بسم الله ونقول المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه معايا كده اول حاجة زي ما انتوا شايفين مقادات هبتدي كده ننزل بهم في بولا كده كبيرة علشان تبقى سهلة بس معنا في الضرب ومعايا كمان كوباية سكر كوباية زيت وكمان كوباية لبن ومعايا هنا كمان فانيليا وبالكيس بيكنج بودر ومعلقتين من النشا وكوبايتين ونص من الضيق وطبعا الضيق نخلينه كويس جدا وهنبتدي بقى ننزل بالفانيليا على البيض هننزل كده بمقدار غطها كده صغير زي ما انتوا شايفين وهننزل عليه كمان بكوباية السكر بشكل دوت وبعدين بالمضرب الكهرباء بقى وهنبتدي ان احنا نضربهم كويس جدا مع بعض طبعا هما بيبقى لونهم في الاول كده برتقاني او اصفر غامق فبعد ما بنضربهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين وبيبقى هو ده اللي احنا عايزين نوصله وبعد كده نوقف ضرب ونبتدي ننزل بالكوباية الزيت وكمان كوباية اللبن ونبتدي نضربهم مرة كمان علشان كل المكونات دي بس تدخل في بعضها بالشكل اللي احنا شايفينه ده وبعدين هنبتدي نيجيب بقى النشا ننزل بها على ديق بتاعنا وكمان كيس البيكينج بودر وكمان رشة من الملح يعني حاجة بسيطة كده ربع معلقة صغيرة ونقلب كده الديق كده كويس جدا بالمكونات الجافة اللي احنا نزلنا علي بها وبعدين ننزل بالدقيق على الخليط السايل بتاعنا بالشكل ده وبعدين نديهم بقى تقليبة حلوة جدا جدا مع بعض علشان خاطر ندمج كل المكونات وكل الكلام الحلو ده مع بعضه بالشكل ده طبعا ديق انواع ممكن الديق بتاعك يحتاج كمان شوية لبن مفيش منه مشكلة المهم ان احنا نوصل للقوام ده لو يحتاج منك كمان شوية لبن مفيش مشكلة المهم يعني اللي احنا نوفينه دوت وبعدين نقسم الخليط بتاعنا على جزئين قد بعض يعني نقسم الكمية بالنص زي ما تشايفين كده النص اللي احنا فصلناه دوت هنحط عليه كده معلقتين كبار او تلات معلق كبار من الكاكاو الخام وكمان معاهم تلات معلق كبار من اللبن او تلت كباية لبن ونبتدي ان احنا نضربهم مع بعض كويس جدا عشان يعمل لنا خليط كيك اللي هو بيبقى الشوكولاتة دوت اللي هو بيبقى بني تمام شايفين الخليط بقى زي وزي التاني بالزبط جبنا بقى صنية دي المقاس الوسط هنبتدي كده ان احنا ننزل بعد طبعا ما يعني ما دهلناها زيت وبضرناها كده بشوية دقيق هنبتدي ان احنا ننزل بنص كمية الخليط اللي احنا عملناه باللون البني نص الكمية وهنسيب النص التاني هنفرده كده كويس جدا في الصنية هو بيبقى سمكو مش مش تخين جدا وهندخله فرن طبعا الفرن شغال على درجة حرارة 200 بمجرد ما هندخل الصنية هننزل الحرارة درجة حرارة 180 هيطلع بالمنظر دوت من غير شوية وبعدين هنبتدي ننزل بنص كمية الخليط الابيض وندخلها الفرن بس في الحالة ديت هنشغل الشوية وهندفي الفرن تماما الفرن لسه سخني زي ما هو هندفي بقى الفرن زي ما انتم شايفين نزلنا كده نص كمية الفانيليا نطفي بقى الفرن ونشغل الشوية برضو على زرارة واخد بالزباح تقريبا كمان الوش دوت 10 دقايق تحت الشوية يعني الاول خد ربع ساعة وبعدين ده هياخد 10 دقايق وتاني هنعمل نفس الموضوع وننزل باقي كمية الخليط اللي هو الكاكاو بالشكل ده ونوزعه كويس جدا في الصينية بتاعتنا الموضوع سهل يا جماعة مش صعب ما تستصعبهوش والله الموضوع سهل جدا 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 ممكن يكون بياخد وقتا اقل من الكاكا العديد كمان والفرن بتاعنا مازال شغال ومازال سخن وبعد ما هنوزع الخليط بتاع الكاك فيه كويس جدا هندخله برضو تحت الشوية الشوية معمولة طبعا على اللي هو الحرارة العادية جدا طبعا ما تقلقوش خالص من ان الكاك ما يستويش لا هيستوي وهيستوي حلو جدا كمان ونزلنا كده باخر طبقة من الفانيليا وبردو هنوزعها كويس جدا على الوش طبعا اللي بيستوي الارضية بتاعتنا الكاك الكا الي قبلها الكيكة اللي قبلها بتبقى سخنة جدا فبتسويها فما بنحتاجش الفرن في حاجة تمام؟ فالشوية بتبقى كفيلة ان هي تظبط الوش والارضية بتبقى من تحت بتسويها لنا زي ما انتو شايتين كده بقت تمام جدا جدا واخر وش استواه هنبتدي نعمل فيه فتحات كتير كتير جدا 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 زي ما انتو شايتين كده نعمل نخرم نخرم كده كتير جدا ومعايا كمان آآ نص كوباية لبن آآ بعد ما هعمل كل الفتحات دي في آآ في الكيكا بتاعتي زي ماك شايفين كده هبتدي ان انا ننزل على الوش كده بنص كوباية اللبن آآ طبعا الفرقات اللي في دي دي القش تاجع ان هو لبن بتاع يعني حبايبنا آآ جيراننا الفلاحين فا هو لبن بخير ويعني فما تقلقوش منها خالص وبعدين هنبتدي نعمل بودنج الشوكولاتة اللي هو الرخيص اللي على قدينا ده يعني انا مش متوفر عندي بودنج فهبتدي ان انا اقول لكم البديل معايا كوباية اللبن حطيت عليهم معلقة او اتنين او تلاتة سكر على حسب رغبتكو ومعايا كمان معلقتين آآ تلات معالق كبار آآ كاكا وخام اللي هو غير محلة ومعايا كمان آآ معلقتين من النشا تمام معلقتين من النشا وتلات معالق كبار كاكا وخام هقلب هنقلبهم كواس جدا قبل ما ارفعهم على النار ومعايا هنا قطعتين شوكولاتة وكمان معي زبدة هنقلبهم كواس جدا على النار لغاية لما يتقلوا زي ما انتم شايفين هنستمر في التقليب ومش هنشيل ادنا منهم خالص خالص علشان بس ولا يتلسع مني ولا يكالكع فلازم تباقي دي فيه والخليط كده بتاعي زي ما انتم شايفين بدأ يتقلقه اا اا او تقل بالفعل هبتدي بقى نزل قطعتين الشوكولاتة وكمان معلقة الزبدة او مكعب الزبدة وطبعا هكون طفت النار وهبتدي ان انا نقلبهم اا وهم هيسيحوا من سخنية الخليط بتاعي او البوننج بتاعي اا قطعتين الشوكولاتة او الزبدة هتسيح بسهولة جدا وهتفك زي ما انتم شايفين وكمان هتدي الزبدة زي ما انتم شايفين لامعة حلوة جدا 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 للخليط هبتدي بقى اخد الخليط بتاعي بعد ما قلبناه ودي قوام بتاعه مزبوط جدا واهو شايفين هو ده القوام اللي انا عايزاه يبقى مش مسك نفسه ولا كمان سيل بزيادة وهاخده بقى وعلى طول هنزل بيه على الصينية بتاعتي اا ونوزعه كده كويس في الصينية طبعا بعد ما شربنا الكيك بتاعنا نص كوب بيت اللبن هنوزعه كده وهو سخن هننزل بيه على طول على الكيكة ما تقلقوش مش هيحصل لها اي حاجة وبعد ما هنوزعه كده كويس هنبتدي ان احنا نسيب الخليط بتاعنا في التلاجة لما يمسك نفسه وده هيبقى شاكله بعد لما يخرج من التلاجة شايفين شاكله بقى متماسك واللمعة ظهرت بتاعة الزبدة في التلاجة اهو هنبتدي بقى نقطع طبعا كل واحد على حسب ما يحب انا هقطعه كده خطوط بالطول وخطوط بالعرض علشان يديني كده مربعات تبقى شبه كده حتة الجاتو شوية اهو زي ما تشايفين وبعدين هقطعها كده بالعرض مربعات كده وبعد كده هزينها بقى تزيين بسيط جدا جدا في كل مربع من المربعات دي هبتدي ان انا جيب جوز هند اللي هو مبشور دوت وهحط كده شويات شويات زي ما تشايفين على الوش في كل مكعب وكمان كريز انا مقطعه بالنص كده هبتدي برضو اوزعه على كل شوية جوز هندي دي كريزاية هتبقى معي بالشكل اللطيف قوي ده زي ما تشايفين شكلها تحفة 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 وبعد كده زي ما تشايفين شكلها يعني يفتح النفس هنبتدي بقى نطلع كده آآ قطعة علشان اورها لكم بالشكل ده الله شايفين بقى الجمال والحلاوة والطبقات الحلوة جدا انا بدأت كده بالكاكاون من تحت علشان خطر تبقى اخر طبقة آآ على الوش هي طبقة البودنج او طبقة الاصص الحلوة بتاعنا دوت آآ زي ما انت شايفين الطبقة حلوة جدا ومستوية ومفيش اي حاجة فيها آآ يعني عاملة كده كيك لسه يعني آآ للناس اللي ممكن تكون مقلقة اللي الشكله هو قدامكو وما تقلقوش جد خالص آآ جربوه على ضمانتي ان شاء الله تعجبكو آآ وكالعادة لازم تجربوها ولازم كمان ادقها معاكو شايفين الشكل تحفة والطبقات كده شكلها شك جدا جدا يعني بصوا هتشرفك فعلا قدام اي حد والطعم بقى مش عايزة اقولكو تحفة 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 واخر حاجة يقولها لكم لايكو شير وسبسكرايب وهستنى تعليقو الجميل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة